هذا وعقب مشاركته في افتتاح عمال القيمة الطارية فقد التقى الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية دريد بيتنو وذلك لمناقشة العديد من الملفات نبقى للمرة الثانية مع عثمان عبدالغان إدريس عقب مشاركته في قمة مجموعة دول الساحلية الخمس التي أقدت بمالي وقبل مغادرة الأصمة المالية باماكو التقى فقامت رئيس الجمهورية دريد بيتنو بنظره الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرو سبل تعزي التعاون السنائي بين فرنسا والشاد في مختلف المجالات لا سما التعاون في المجال الأسكري والأمني ومحاربة الإرهاب من أبرس المواضيع التي نقشت خلال اللقاء الذي جمع بين فقامة رئيس الجمهورية دريد بيتنو وإيمانويل ماكرو الرئيس الفرنسي حيث أكدها الزايمان حرصهما على تقلد وتعزيز الألاقات الأزلية بين البلدين والشعبين في شاد وفرنسا والأمل مأن من أجل محاربة الإرهاب في دول الساحل وفي أي مكان كانو لا سيما جمعت بوكو هرام الإرهابية والإجرامية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وفقامة رئيس الجمهورية دريد بيتنو ووصفا هذه المقابلة بالناجحة والجيدة تخدم مصرحة الشعبين والبلدين في شاد وفرنسا أقبأ هذه المقابلة غادر فقامة رئيس الجمهورية دريد بيتنو العاصمة المالية باماكو متجها إلى العاصمة الجمينة ترجمة نانسي قنقر